بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه بعض القضايا التي فتحت ضد القضاء اختاروا منصة العدل والقضاء أن هذا المدعو قاضيا أنكر ما جاء على لسانه ونروح لمين ينقذنا أغيثونا عشان حضرتك ما تعتبرنيش قليل الأدب ولا حاجة طلبوا منها إقامة علاقة سريرية معاها على سبيل الراشوة إن كان من حقنا وواجبنا ولزاما علينا أن نعرف ونتعرف ونذكر ونذكر بأعلام مروا على مصر وكان لهم الفضل في رفع شأنها فلابد أيضا أن نفتح ونقرأ صفحة أو صفحات من تاريخ القضاء الأسود ليس من أجل التشهير ولكن حتى ننتبه وينتبه كل خائن لمنصة القضاء العالية التي أعزها الله بالعدل وأيضا لأنه بالضد تتميز الأشياء الأرض دي الأرض دي أرضي الأرض مش أرضي ولا العباد ولدي في فيلم ضد الحكومة للمخرج الراحل عليه رحمة الله عاطف الطيب وقف المحامي مصطفى خلف أحمد زكي أمام الآضي في مرافعته الأخيرة الشهيرة الجميلة ليقول أنا ومعي المستقبل كله نلوذ بكم فأغيثونا ليرصخ في وجدان المتفرج أن منصة القضاء هي الملاذ الأخير الذي لم تطوله بعد أيدي الفساد إلا أن هذه الصورة الوردية التي رسمها تحطمت مع وقائع الفساد المتتالية التي تظهر على السطح وتكشف أن الجهاز القضاء مثل أي جهاز إداري في الدولة طاله الفساد قضايا فساد وتسجيلات سيئة الصمعة وخيانة لدماء المصريين وتجارة في المخدرات هذه بعض القضايا التي فتحت ضد القضاء اختاروا منصة العدل والقضاء أو اختارتهم جهة ما هنعرف بعض هؤلاء ولكن أفكر حضرتك وحضرتك إن لم تكونوا قد شرفتمون بالاشتراك في قناتكم هذه فأرجو الاشتراك وعمل لايك وشير للحلقة حتى تستمر القناة فهي قناتكم هذا الذي رأيتموه بهذه الهيئة وهذا الوجه الكئيب المظلم المفروض إنه آضي يقر ويعترف بإنه عسكري وليس قاضيا ناجي شحاتة فخور بإنه كلب العسكر هكذا هو الذي قال ناجي شحاتة فخور بأن لقبه هو آضي الإعدامات هذا التسريب يكشف كيف كان ينظر هؤلاء لثورة يناير التي أراد منها شباب مصر الحرية فشتمت الثورة بلفز بزيء منه وحكم على شباب الثورة بأحكام لم يحكم بها إلا قضاة المحتل الإنجليزي لمصر ناجي شحاتة في تسريب له خاض في كل الأطياف وتفاقر ما جعل هذا الشخص مدعال السخرية والاستهزاء وبعد نشر الحوار الذي أجرته الصحفية هدى سعد بجريدة الوطن أن هذا المدعو قاضيا أنكر ما جاء على لسانه في الحوار في اتصال أجراه شندي بقناة المحور أنكر أن يكون قد قال كلمة من هذا الحوار فرد عليه الكاتب والصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن بجملة تكذب من لا يجب أن يكون كاذبا وهو قاضي قال المسلم ما فيش كلمة اتنشرت ما قالهاش يعني انت كذاب ثم صربوا ونشروا أجزاء من الحوار المسجل صوتا حتى يخرس كما طلبه الصحفي محمد فتحي في مقال بعنوان عزيزي ناجي شحاتة ما تنقطنا بسكاتك وهو مصطلح يتدول المصريون ويعني اخرص هذا الذي يسب ويشتم بألفاظ خارجة يتكلم عن الأخلاق التي هدمتها ثورة يناير هكذا يقول قضية من عيار الثقيل تطاول أحد رؤوس الإجزاء الرقابية في الدولة المتهم هذه المرة الأمين العام المستقيل لمجلس الدولة المصري وائل شلبي الذي أوقفته السلطات على ذمة قضية تتعلق برشا وفساد بعد العثور على الملايين من عملات مختلفة في منزل مسؤول المشتريات بمجلس الدولة في الساعات الأولى يوم 1 يناير 2017 هجم أفراد نيابة أمن الدولة على فيلا المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة المصري والسبب اتهامه بقضايا فساد ورشاوة بعد سقوط جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة في قضية الرشوة الكبرى إيه اللي إحنا فيه ده لما أمين مجلس الدولة مرتشي نروح إحنا فين ونروح لمين ينقذنا أغيثونا حكاية من حكايات فساد القضاء والمستشارين نعرفها حتى نعرف إلى أين أوصلنا العسكر في اختياراتهم لأتباعهم من الفاسدين وحتى لا ننسى أيضا القضاء العادلين الذين عاشوا وماتوا فشرفوا مهنة القضاء كما تشرفوهم بتمثيلها على منصة العدل وائل شلبي شغل في نفس ذات الوقت حضرتك عشر مناصب عليا في وقت واحد أيها الله ليه لأنه وحيد والديه ولأنه بياكل ويوكل الكبار كلهم طب واقع ليه وازاي هي دي الحكاية والمسألة لما واحد من اللي المفروض يأكل بيطمع ويكوش لوحده بتجيله الضربة من واحد من شركائه ولأن الشركة كبار قوي فوقعوا الجدع واحد من الأعمال اللي بيقوم بها أمين عام مجلس الدولة اتنين المتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة ثلاثة المستشار القانوني لمحافظ الشرقية والمستشار القانوني لجامعة المنفقية إيش لم الشامع المغربي عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات ممثل عن مجلس الدولة كده كفاية ولا نعد الأعمال اللي قام بها كمان أضف إلى ذلك أيها السيد أن هذا النابغة تم تعيينه بالمخلفة للأصول القضائية التراتبية لأنه كان الأصغر سنا والأقل خبرة بس اللي خلاه يتفوق على غيره أنه كان أقرب لبعض أصحاب المناصب اللي حطين على أكتفهم سيوف ودبابير ونصور والذي منه ما علينا تقبض عليه فجر يوم الاثنين أول يوم في يناير سنة سودة بعيد عنك على دماغه على دماغ اللي كانوا مشاركينه في هذه الترطة أثناء الأبض عليه وجدوا في فيلته ما يلي وحضرتك امسك دماغك وقلبك كويس وعشان تعرف اللي بيبنوا أصوره هيبنوا كمان وكمان بيجيبوا الفلوس منين والشعب فقير قوي 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 وجدوا المبالغ التالية 24 مليون و896 ألف جنيه 24 مليون يا نهر أبيض الملايين دي كلها في الفيلا بتعمل إيه بس كده لا يا راجل بس ايه فيه كمان فكة كده شوية من الدولارات عشان الأمريكان ما يزعلوش 4 مليون و60 ألف و782 دولار إيه ده وجاي على نفسه ليه كده وسايب الفكة دي المهم إن الراجل محبش يزعل كمان الأوروبيين وزي ما شال بالدولارات كان في الفيلا شوية جروهات كام يا سياد الفاضل كان موجود مبلغ عشان الولاد لما يتزنقوا يجيبوا حاجة من السوبر ماركت يشتروا لهم مثلا إيه بومبوني أو شوكولاتة كرونا المبلغ كان 2 مليون يورو أيوة 2 مليون و7800 يورو ولازم يكون عنده مبلغ بقى على جنب لزوم الحج والأمرة ما يصحش كده طبعا الود مؤمن بطبعه لقوا كمان مبلغ مليون و237 780 ريال سعودي ينهر أبيض ده بنك مصر يا أخوانا ده بنك مصر يا سيد لقوا كمان مشغولات ذهبية كتير ما تعدش ذهب يقوت ألماز أحمدك يا رب هم يبكي وهم يدحك ولقوا كمان خطابات موجهة لمجلس الدولة لعامي 2016 و2017 عبارة عن 9 منقصات وشكات مسحوبة على حساب مجلس الدولة وفواتير مختومة على بياض بأكل شيء لشركة وفواتير مختومة لشركة تانية يعني نقل مشترات وحسابات وأرصدت مجلس الدولة كله داخل فيليته اللي هي فيلا ولا أصر الله يا معارف فاصل كل الحبايب اليمين دول بيبنوا أسور ومصر يعني بقت مسكينة قوي وهيبنوا وهيبنوا حد له شوق في حاجة إنما من الشركة دي اللي ديتهم فواتير مختومة على بياض أقول لحضرتك ورزقي على الله تم القبض على السيدة رباب ألف عين وجوزها اللي هو لمؤخزة جوز أرانب اللي اسمه متحة عين شين بالمناسبة المحكمة هي اللي وصفته كده ليه أقول لحضرتك الست رباب دي واحدة من المتهمين في قضية الفساد الكبرى وهي صاحبة مؤسسة السيف للتوردات وجوزها المتهم الرابع صاحب مؤسسة الخلود لتوردات الأفاس المكتابي الأربع متهمين كان معاهم متهمين آخرين لكن لم يتم القبض عليهم لأن على رأسهم ريشة وعلى كتابهم وكان واحد منهم أحد اللي وقات أركان حرب اللي كان رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللي بقت بتشتغل في المؤولات زيها زي أي شركة عادية خالص التهمة إيه؟ الهيئة الهندسية كانت مسؤولة عن تنفيذ مشاريع مجلس الدولة اللي بالملايين الكتير جدا واللي حصل فيها رشاوة وزي ما حضراتكم عارفين قبل كده لو مش فاكرين أفكركم محمد علي الفنان المقاول محمد علي هيفكركم أكيد هذا اللي هو أركان حرب استقال بعد هذه الواقع بأشهر بسيطة لما تم القبض على وائل شلبي كان مفروض أنه هيتكلم على الكبار كلهم ولو تكلم يبقى شاهد مالك ويطلع زي الشعرة من العجينة زي ما طلعت بالزبط رباب وجوزها الأوراني لمؤاخزة وده اللي خافوا منه عشان كده نهاية واقل كانت سريعة جدا بعد التحقيق معاه ست ساعات وتهديده بأنه هيقول كل حاجة لو ما خرجهوش دخلوه المحبس بتاعه بالليل وقبل طلوع النهار أعلنوا أنه انتحر بكوفية كانت معاه يا راجل صحيح طيب مش تقول كده أصحاب الخبرة في الحبس قالوا لا يستطيع أحد أن يصل إلى حديد الشباك إلا إذا كان طوله خمسة متر ما شاء الله ده كان عملاق بتحصل ما تستقربش بتحصل قالت إيه بقى ست رباب هانم كعب الغزال أقول لك يا سيدي اعترفت في النيابة والمحكمة أنها اتعرفت على جمال اللبان وعلى وائل شلبي وهي بتشتغل في شركة كانت بتورد أثاسات مكتبية لمجلس الدولة فاتفقوا مع بعض اتفاقين الاتفاق الأول أنها تعمل شركتين هي وجوزها الأوراني لمؤاخزة عشان هم اللي ترسى عليهم المناقصات والعطاءات والملايين والمليارات والطلب التاني اللي طلبوه منها واللي قالته في التحقيق واللي ذكرته المحكمة في حيثيات الحكم عشان حضرتك ما تعتبرينيش قليل الأدب ولا حاجة طلبوا منها إقامة علاقة سريرية معاها على سبيل الراشوة وهي قالت إيه المشكلة أهلا وسهلا ومرحبتين طيب والبقف جوزك لمؤاخزة قالت لا عادي كان موافق مفيش مشكلة المهم المصلحة تمشي شفت حضرتك مصر بقت قد إيه قول إنت الله لا يسيقك بقت عاملة إزاي قامت السيدة رباب بمواقعة الاتنين من أجل الحصول على المناقصات مسكينة هتعمل إيه يعني محتاجة لها كم مليار مش عارفة تعملهم إزاي إلا بكده بتكد وبتشأ وتم ترسية منقصة توريد الأفاس المكتبي على شركتها وشركة البقف لمؤاخزة جوزها وعلى رأي الزعيم متعودة دايما بقت متعودة دايما وكل ما يحتاجوها يطلبوها ويلقوها وبناء عليه قام اللبان بإصدار شيك بمليون وستمائة وخمسة وستين ألف جنيه قيمة أول أمر توريد رغم أن التوريد أصلا لم يتم من أساسه مسكينة يا مصر أنت وشعبك بس بعد ما تم الصرف من بنك الاستثمار استلم اللبان المبلغ وقام بتسليمه إلى وائل شلبي اللي حجز المبلغ عنده إلى أن قدمت رباب نفسها لوائل كرشوة جنسية هو واللبان وانتهت القضية بعزل اللبان من وظيفته وعزل وائل شلبي من الحياة والإفراج عن اللي قدمت نفسها وشرفها هي والأورني لمؤاخزة لأنهم أصبحوا شهود مالك بس خلاص ده جزء من واقع بنعيشه لما الدين والأخلاق يغيبوا ولما الدولة يحكمها مغتصب للحكم أو غير أهل للحكم بالعدل والإنصاف والعدل فين يا محكمة كان المستشار طارق محمد زاكي مصطفى رئيس محكمة جنح مستأنف دير نجم بالشرقية الشرقية بحبها أو الشرقية بصراحة على موعد مع الكلب الذي قلب حياته رأصا على عاقب بعد اكتشافه كمية من الحشيش بلغت 693 فرش بوزن 173 كيلو و250 جرام ينهر آبيان حصل ده داخل نفع الشهيد أحمد حمدي عليه رحمة الله اللي كان بيحارب وبيدفع عن مصر ودفع عمره في مقابل لأن هؤلاء يتجروا ويعيشوا في المخضرات وهم في الأصل قضاء الكلام ده حصل في محافظة السويس وحسب المحضر الخاص بالقضية تم إيقاف السيارة سيارة القضي اللي كان فيها طالبة بولندية وسائق وقفوهم في أحد الأكمنة غرب نفق أحمد حمدي تم تفتيش السيارة وبوسط كلب من الكلاب عشان يعني ايه تأكدوا أن السيارة مفقاش حاجة الكلب حاول يقطع حقيبة جلدية كانت موجودة في السيارة لما فتحوا الحقيبة وجدوا فيها كمية الحشيش الكمين لقى صيدة وبدأوا تفتيش السيارة تفتيش كامل بقى ودقيق وطبعا ساعات القاضي كان بيصرخ أنتوا مش عارفين أنا مين أنا هواديكم في دهية أنا كذا وكذا وابني كذا وكذا إلى آخر الاستوانة اللي أصبحنا كشعب مصر عاديين بنحفظها وبنسمعها وبقينا أصارة هذه العنطزة الكذابة وتم العثور على باقي كمية المخدرات اللي كان بينقلها سعادة المستشار القاضي اللي بيحكم ويتحكم في رقاب الناس ومصائرهم وهو في النهاية مجرد حتة تاجر مخدرات حققوا مع البنت الطالبة البولندية حققوا معاها فاعترفت أن القاضي اتفق على نقل المخدرات لصالح أحد الأشخاص وأشياء أخرى وأن التسليم هيتم في راس سدر بجنوب سينة لكن سعادت القاضي بتاع العدل نافى واتهم السائق والطالبة بحيازة المضبوطات لو ابن عامل نظافها ممكن يتعين يعني دي برضو يعني أنت حضرتك بتقول كلمة يعني يعني مش أول كده شوفت بقى حضرتك ما ينفعش القاضي بقى ابن زبال أو نجار أو بقال ليه أصل دول مش ناس دول مجرد أشياء أما الناس الحقيقيين فهم أصحاب الرتب من العسكر وأصحاب المعالي من القضاء وأصحاب القيافة من خدام السلطة أما إحنا فإحنا الشعب وسلم لي بقى على الشرف والحرية والعدل والعدالة زعلان حضرتك ازعل ما أنا زعلان زيك أو هعمل إيه يعني لو يوم أو يومين أو ثلاثة أيام امتنع الزبال عن شيل الزبالة بتاعة معالي وزير العدل تفتكر حاله وحال أهله هيبقى إيه المستشار رامي عبدالهادي رئيس محكمة جنح مدينة نصر تم القبض عليه ليه يا ولاد مش ابن زبال ولا حاجة ازاي تقبض عليه دول يا سيدي علية القوم اللي مش ممكن أبدا يغلطه تم القبض على ساعات المستشار من إحدى القرى السياحية بعد اتهامه بطلب رشوة جنسية مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه ينهر اسود ومن أي المعقول هي الرشوة الجنسية دي بقت رسمي ولا إيه الحكاية وتحديدا مع القضاء بس برضو في قضاء شرفاء الله يمسيك بالخير يا صديقي يا علاء باشا والله هوحشني كنت راجل طيب ومحترم بدأت حكاية المستشار رامي اللي مش ابن زبال بعد تقديم سيدة سورية محترمة بلاغا إلى الرقابة الإدارية بتتهم فيه عبدالهادي بطلب رشوة جنسية منها اشرب مقابل إنهاء قضية كان بينظرها بتاعتها يعيب الشوم أرفقت في البلاغ نسخة من المكالمات الهاتفية المسجلة بينها وبينه بيت صاحية ورغم نفي عبدالهادي اللي ورد في هذه الشكوى وقال إنها إشاعة إخوانية متعودة دايما هو أنتوا يعني هتغلبوا إنكم تلزقوها فيهم وكل المصابة وشايلينها ورغم للدعاء ده لكن مجلس القضاء الأعلى قام بالموافقة برفع الحصانة القضائية عنه وتم الأبضع ليه وتوصلوا لتسوية بينه وبين النيابة وجهت له التهمة وقالت له اسمع المكالمات واختيشي عب عليك تتحاكم يا روش ولا تسيب القضاء اللي لازم ينضف من أمثالك وقدم رامي استقالته مقابل حفظ القضية وعدم حبسه إنما حضرتك تفتكر بقى مين الوسطى اللي كان بتاع القضي الملايات ده عشان يخرجوه أقول لحضرتك وبإذن الله مش هتستغرب أصل بعيد عنك كلهم شبه بعض والطيور على أشكالها تقع عرفت طبعا ولا لسه أيوة أحمد الزند هو اللي توسط عند النيابة وتم حفظ القضية وأصدر الزند اللي كان وقتها وزير عدل شفت المصيبة بتاعة مصر أصدر قرار بحظر النشر في القضية لكننا بننشر هو يا زند يا فئي الإمارات ومصير رامي كان إيه مصيره إنه رمى جتته على نقابة المحامين يا عيني عليها يا ما بتشيل هذه النقابة من مصايب السؤال حضرتك القاضي اللي بياخد أضعاف أضعاف راتب الموظف العادي في جهاز الدولة وعدد غير محدود من الخدمات اللي مش ممكن أبدا تتوفر لأي حد غيره والقاضي راح والقاضي جاه ومع ذلك تم القبض على قاضي السنة اللي فاتت متلبس بتلقي رشاوة مالية مقابل تغاضيع المخالفات وقاضي تاني اتقابض عليه ووقع في فخ الشرطة بعد ضبطه بيتلقى مبالغ مالية كبيرة مقابل تخفيف حكم الإعدام ثم اعتقل قاضي تالت وحول هيئة المحكمة إلى مزاد علني للأحكام اللي يدفع يشيل حتى أصبحت شهرته قاضي البراءات مقابل الدولارات السؤال ليه وعنيهم ما بتتميليش ليه والحد إمتى هيعيش المصري محبوس جوه جلده لأنه فقد الأمان في الشارع والأمان أمام منصة الأضاء نحن أمام السطر الأخير من تاريخ القضاء الأسود في مصر فكيف كانت الأسطر الأولى من تاريخه من تاريخ هذا القضاء في حاجة اتغيرت ولا التغيير أصبح للأسود والمشنجة تعلجت هنا أمام مكان المتحب وقدام البلد كلها والمرقز كله كان واقف المفروض بشوي دي حطت تاريخ من سنة 1906 تاريخ القضاء المصري مليء بالصحاف السود محكمة دونشواي وقرية دونشواي في المنوفية التي شهدت أرضها وعلى أعواد المشانق كتبت إحدى هذه الصحاف في يوم 13 يوليو 1906 كان في بعض الضباط الاحتلال الإنجليزي المحتلين لمصر وقتها حبوا يتسلوا باستياد الحمام في حقول قمح الفلاحين ثم أشعلوا النار في إحدى هذه الحقول وكانت تعود لملكية المؤزن بتاع القرية اللي حاول يدافع عن أرضه فأتلوه وأتلوا زوجته فتجمع الأهالي وجاء الخفراء لإنقاذهم فأتلهم الضباط الإنجليز كثر عدد الأهالي فخاف الإنجليز فهربوا وأثناء الهروب واحد منهم ضربته شمسة مصر التي ترفض ودائما الظلم وترفض الاحتلال فصئض بعيد عن مكان الحادث تحت شجرة شافوا فلاح مصري ما يعرفش اللي حصل حاول ينقذوا مد إيده يشربوا شوية مية فأتلوا زميله الإنجليزي وآتلوا كل حد قرب منهم خوفا ورعبا ولأن المصري دايما دم مرخيص لم يعاقب الضباط الإنجليزي اللي ارتكبوا هذه المذبحة الدامية لكن اللي عقب هم الفلاحين بتهمت حماية أرضهم وأمحهم ونساءهم وتقديم شربة ماء لجندي إنجليزي معتدي مغتصب قاتل حكمة المحكمة أنا بربعة زهران وستدي حسن محفوظ واحد من الله السليم من عيل السليم وفيه واحد تاني ما يخص بالي منه جون هم بربعة اللي عدموه سدي حسن لما قالوا له كده لما قالوا كده وشابهوه جلهم أنا جماعة لما في سرابة سنو على مصلي راكع كل الله وهم من حين يشجوه يابوه لابدع صلي وعلى جول بي حفيد زهران بيحكي آخر لحظات حياة جده طلب يصلي رقعتين قبل ما يقابل ربه تركوه وصلى سحبوه على المشنقة علقوه من رقابته وفتحوا هوة المشنقة سقط مفلفص مودع آخر نسايم الحياة وصقت معاه قضاة مصر اللي حكموا على المصريين بالإعدام كانوا مصريين أكيد حضرتك مش مصدق القضاء المصريين حكموا بما يريد الإنجليز مقابل الترقية والمكاسب اللي ظنوا إنها هترفعهم وهتمد في أعمارهم مكان اللي راحوا وتقتلوا ظلماً بس التاريخ جلاد وجدوا أنفسهم في وحل العار مغرق جباههم إلى أن غادروا أرض مصر التي لفظتهم حين دفنوا بها وكان قضاد شوية المصريين هم بوتروس باشا غالي رئيس المحكمة جد بوتروس بوتروس غالي وزير الخرجية المصري اللي أصبح أمين عام الأمم المتحدة علينا إحنا بس متحدين واحمد فتح زغلول الأخ الأصغر للزعيم سعد زغلول عضو المحكمة اللي خلط بإيده الآثمة حيثيات الحكم على أهله وناسه وهو اللي بينطبق عليه يواكل ناسك وممثل الإدعاء بقى إبراهيم بكل هلباوي أحد أهم المحامين وأشهرهم في هذا الوقت اللي أصبح بعد الحادثة والحكم على المصريين وقد كان ممثلاً للإدعاء في هذه القضية أصبح للأسف أول نقيب للمصريين شوفت بقى أبض إيه يا ما جابت هذه المهنة من عظماء ويا ما رمت على مصر من فضلتها الهلباوي حكايته حكاية وتفاصيل تكليفه بالقيام بدور الإدعاء في محكمة دونشواي مؤسفة مخزية رغم أنه كان من عباقرة المحاماة كما يصفوه لكنه قبل المهمة مهمة الإنجليز ونفذها زي أي عسكري مأمور وجهه تهمة بالأتل لـ 52 فلاح مصري تتراوح عمرهم بين 15 سنة و 75 سنة ووقف الهلباوي يومها أمام رموز الدولة الإنجليز يدبج العبارات النارية ويطالب المحكمة بإنزال أقصى العقوبات بحق المصريين القتلة الإرهابيين المخربين شفت حضرتك الخيانة من بدري أو إزاي وصف الفلاحين اللي دفعوا عن أرضهم وأمحوهم ونساءهم بأنهم إرهابيين مخربين امتدت إيديهم على المحتل عشان يرهبوه شفت حضرتك النفاق حضرتك سمعت الكلام ده قبل كده فين؟ أكيد سمعت تفتكر كده هتفتكر إن شاء الله حكمت المحكمة الميلة بالإعدام شنقن على المصريين والعدل فين يا محكمة جاف حيصيات الحكم إن الإنجليز لم يقتلوا الفلاحين ولكن الفلاحين هم الذين قتلوا أنفسهم كي يورطوا الإنجليز الشرفاء سبحان الله ليس هذا فقط وإنما تجاوز إن الفلاحين الإرهابيين كل واحد فيهم على حد إجراموا أحرقوا حقول أمحوهم بأيديهم عشان يتهموا الضباط الإنجليز الأبرياء اللطفاء الذين لم تمتد أيديهم إلى الفلاحين بسوء في هذه المعادلة البائسة كان بطرس غالي وفتح زغلول والهلباوي هم حماية الوطن الذين حافظوا على هيبة الدولة وكان الفلاحين المصريين هم الإرهابيين ومؤجج الفتن شفت حضرتك الميزان معووج إزاي من بدري وحكم على هؤلاء المصريين بالإعدام والجلد والمؤبد ولم تترك المحكمة إلا 30 دقيقة بس لخمسين متهم أو 52 يدفعوا عن أنفسهم لأن الجو كان حار وعاوزين بقى يخلصوا ورفضت المحكمة سماع أقوال أحد رجال البوليس اللي أكد إن الضباط الإنجليز أطلقوا الأعيرة النارية على الأهالي ولما الميزان يتعوج تبقى المحكمة خينة يا هيئة المحكمة أنا ومعي للمستقبل كله نلوذ بكم فأغيثونا وهذا ماجد عبدالله يحييكم من غير مفتش في النفوس أو أقلب الأحزان أنا كلمتي منكم أنا مهنتي الإنسان ماشي وباحث وراسم رسمة كروك وظل خارج حدود الوطن باحث في كل زمان الأرض دي أرضي الأرض دي أرضي الأرضي مش أرضي ولا العباد ولدي أم الكدامة لشايل أمنا الوحدي جمال العذاب فلاك وناك وراك بحدي وناك وراك وحدي يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال